اشتركوا في القناة والسعي والتوحيد تلك خطية او بدون انقطاع واذا نظرنا الى الصورة الاكبر فان الانتقال من العديد من الثقافات الصغيرة الى بضع ثقافات كبيرة واخيرا الى مجتمع عالمي واحد ربما كان نتيجة حتمية لديناميات التاريخ البشري لكن القول بان مجتمع عالمي امر لا مفر منه ليس مثل القول بان النتيجة النهائية كان يجب ان تكون هذا النوع تحديدا من المجتمع العالمي الذي لدينا حاليا اذ يمكننا بالتأكيد تصور نتائج اخرى لماذا تنتشر اللغة الانجليزية على نطاق واسع اليوم وليس الدنماركية مثلا لماذا يوجد حوالي ملياري مسيحي وواحد فاصل خمسة وعشرون مليار مسلم ولا يوجد سوى مئة وخمسون الف زرادشتي ولا يوجد مانويون اذا كان بوسعنا العودة الى ما قبل عشرة الاف سنة وتشغيل العمليات مرارا وتكرارا فهل سنرى دائما صعودا للتوحيد وتراجعا للثنوية لا يمكننا القيام بمثل هذه التجربة لذا فاننا لا نعرف ذلك حقا لكن دراسة خاصيتين مهمتين للتاريخ من شأنها ان تزودنا ببعض الاذلة اولا مغالطة الاذراك المتأخذ تشكل كل لحظة في التاريخ مفرق طرق يقود طريق مسلوك واحد الماضي الى الحاضر لكن تتشعب مسارات لا تعد ولا تحصى الى المستقبل بعض هذه المسارات اوسع نطاقا واسلس وبها اشارات افضل ولذا فمن المرجح اكثر ان تسلك غير ان التاريخ او الناس الذين يصنعون التاريخ يأخذ في بعض الاحيان او يأخذون منعطفات غير متوقعة واجهت الامبراطورية الرومانية في بداية القرن الرابع الميلادي افقا واسعا من الاحتمالات الدينية كان يمكنها ان تتمسك بتعدد الهتها التقليدي والمتنوع لكن يبدو ان امبراطورها قسطنطين وباستعراضه لقرن مضى في حرب اهلية مستعصية اعتقد ان دينا واحدا له عقيدة واضحة يمكن ان يساعده في توحيد مملكته المتنوعة عرقية كان بامكانه اختيار واحدة من العقائد العديدة المعاصرة له لتكون دينه القومي كانت المانوية والمثرانية وعقائد ايزيسا او كوبيلي والزرادستية واليهودية وحتى البوذية كلها خيارات متاحة فلماذا تشجع الاختيار يسوع؟ هل كان هناك شيء ما في اللاهوت المسيحي اجتذبه شخصيا؟ او ربما جانب من ذلك الدين جعله يعتقد انه سيكون اسهل جعله يعتقد انه سيكون اسهل في استخدامه لاهدافه اكانت لديه تجربة دينية؟ ام اقترح بعض مستشاريه انه بما ان المسيحيين يكتسبون اتباء بسرعة فمن الافضل استغلال الفرصة يمكن للمؤرخين التكاهن لكن لا يمكنهم تقديم اجابة محددة يمكن ان يصفوا كيف سيطرت المسيحية على الامبراطورية الرومانية لكن ليس بمقدورهم تفسير السبب او لماذا تحقق هذا الاحتمال تحديدا؟ ما الفرق بين ان تصف كيف وتشرح لماذا؟ ان تصف كيف يعني ان تعيد بناء سلسلة من الاحداث المحددة التي افضت من نقطة واحدة الى اخرى اما ان تشرح لماذا فيعني ان تجد ارتباطات سببية تفسر استئفار هذه السلسلة من الاحداث تحديدا بالوقوع واستبعاد كل ما سواها يقدم بعض الباحثون في واقع الامر تفسيرات حتمية لاحداث مثل صعود المسيحية ويحاولون اختزال تاريخ البشرية في طرق عمل القوى البيولوجية او البيئية او الاقتصادية ويزعمون بان هناك امر حول جغرافيا رومان البحر المتوسط او جيناتهم او اقتصادهم جعل من صعود ديانة توحيدية امر حتمية ومع ذلك فان معظم المؤرخين يميل الى التشكيك في مثل هذه النظريات الحتمية وهذه واحدة من العلامات المميزة للتاريخ كتخصيص اكاديمي فكلما عرفت فترة تاريخية معينة بشكل افضل كلما اصبح من الصعب تفسير سبب حدوث الاشياء بطريقة ما وليس باخرى يميل اولئك الذين ليس لديهم سوى معرفة سطحية بفترة معينة الى التركيز على الاحتمال الذي تحقق في النهاية ثم يقدمون قصة مفتعلة ليفسروا باذراك متأخر لماذا كانت هذه النتيجة حتمية اما اولئك الذين هم على الطلاع اكثر بتلك الفترة فانهم اكثر ادراكا للطرق التي لم تسلك كان الاشخاص الذين عرفوا تلك الفترة بشكل افضل اي اولئك الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك الوقت اجهل من الجميع في الواقع كان المستقبل ضبابيا بالنسبة لروماني عادي في زمن قسطنطين انها قاعدة لا تقبل الجدل في التاريخ ان ما يبدو حتميا في الادراك المتأخر لم يكن واضحا في حينه ولا يختلف الامر في هذه الايام فهل خرجنا من الازمة الاقتصادية العالمية ام ان الاسوأ لم يأتي بعد وهل ستواصل الصين النمو حتى تصبح القوة العظمى الرئيسية وهل ستفقد الولايات المتحدة هيمنتها وهل سيشكل تصعد الاصولية التوحيدية مجموعة المستقبل ام انها مجرد دوامة محلية ذات اهمية ضئيلة على المدى الطويل وهل نتجه نحو كارثة بيئية ام جنة تقنية لا بد من بذل حجج جيدة لكل هذه النتائج المتوقعة لكن ما من سبيل لمعرفة يقينية سوف ينظر الناس الى الوراء في غضون بضعة عقود ويعتقدون ان الاجابات على كل هذه الاسئلة كانت واضحة من الاهمية بما كان التأكيد على ان الاحتمالات التي تبدو غير محتملة الحدوث تماما بالنسبة للمعاصرين تتحقق في كثير من الاحيان فعندما اعتلى قسطنطين العرش في سنة ثلاثمائة وستة ميلادية لم تكن المسيحية اكثر من طائفة شرقية باطنية ولو انك اشرت حينئذ بانها على وشك ان تصبح دين الدولة الرومانية لقوبلت بالضحك والسخرية كما لو انك تشير اليوم الى انه بحلول سنة الفين وخمسون ستكون حركة هاري كريشنا هي دين الدولة في الولايات المتحدة الامريكية كان البلاشيفة في اكتوبر 1913 ميلادية جماعة روسية راديكالية صغيرة ولم يكن يتوقع اي شخص عاقل انها ستسيطر وفي غضون اربع سنوات فقط على البلاد كذلك كانت فكرة ان عصبة من العربي ساكني الصحراء سوف تغزو قريبا رقعة تمتد من المحيط الاطلسي الى الهند تبدو منافية للعقل في سنة 600 ميلادية لو كان الجيش البيزنطي قادرا في الواقع على صد الهجوم الاولي لظل الاسلام على الارجح عقيدة غامضة ولم يكن ليعرف عنه سوى حفنة من الخبراء ولوجد الباحثون انفسهم حينها امام مهمة سهلة جدا وهي ان يشرحوا لماذا لم يلقى ايمان قائم على وحي منزل على تاجر مكي متوسط العمر اي شيوع ليس معنى هذا ان كل شيء ممكن فالقوى الجغرافية والبيولوجية والاقتصادية تخلق محددات ومع ذلك فان هذه المحددات تترك مجالا واسعا لتطورات المفاجئة والتي لا تبدو متقيدة بأي قوانين حتمية يخيب هذا الاستنتاج امال كثير من الناس اولئك الذين يفضلون ان يكون التاريخ حتمية فالحتمية جذابة لانها تقتضي ان عالمنا ومعتقداتنا هي نتاج طبيعي ومحتوم للتاريخ وانه طبيعي وحتمي ان نعيش في دول قومية وتنظم اقتصادنا على اسس رأس مالية ونؤمن بشدة بحقوق الانسان بينما يعني الاقرار بان التاريخ ليس حتمية اقرارا بانها مجرد صدفة ان يؤمن معظم الناس اليوم بالقومية والرأس مالية وحقوق الانسان لا يمكن تفسير التاريخ بطريقة حتمية ولا يمكن التنبؤ به لانه عشوائي إذ تعمل كثير من القوى على صنع الأحذات وأوجه التفاعل بينها معقدة للغاية بحيث تؤدي التغيرات الطفيفة في شدة القوى والطرق التي تتفاعل بها إلى حدوث اختلافات هائلة في النتائج ليس هذا وحسب بل ان التاريخ يعرف بنظام فوضوي من المستوى الثاني تأتي أنظمة الفوضى على شكلين الفوضى على المستوى الأول هي الفوضى التي لا تتفاعل مع التوقعات التي تدور حولها فالطقس على سبيل المثال هو نظام فوضوي من المستوى الأول وعلى الرغم من تأثوره بعوامل لا تعد ولا تحصى إلا أنه يمكننا بناء نماذج حاسوبية له تأخذ بالاعتبار المزيد والمزيد من تلك العوامل وتنتج تنبؤات جوية أفضل فأفضل أما الفوضى من المستوى الثاني فهي الفوضى التي تتفاعل مع التوقعات التي تدور حولها وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها بدقة فالأسواق على سبيل المثال نظام فوضوي من المستوى الثاني ما الذي سيحدث لو طورنا برنامجا حاسوبية يتنبأ بنسبة 100% سعر النفط غذا سيتفاعل سعر النفط مع التوقعات على الفوض وتفشل التوقعات بالتالي في أن تتحقق إذا كان سعر النفط الحالي هو 90 دولارا للبرميل ويتوقع البرنامج الحاسوبي المعصوم أنه سيكون 100 دولار في الغد فحينها سيسرع التجار لشراء النفط حتى يتمكن من الاستفادة من الارتفاع المتوقع في الأسعار وسيرتفع السعر في ذات اليوم إلى 100 دولار للبرميل نتيجة لذلك بدلا من الغد ثم ماذا سيحدث غذا؟ لا أحد يعرف تعتبر السياسة أيضا نظاما فوضوي من المستوى الثاني ينتقد العديد من الناس خبراء الاتحاد السوفيتي لفشلهم في التنبؤ بثورات سنة 1989 ميلادية ويدينون خبراء الشرق الأوسط لعدم توقعهم ثورات الربيع العربي سنة 2011 وهذا ليس عدلا فالثورات هي وبحكم تعريفها أمر لا يمكن التنبؤ به فالثورة التي يمكن التنبؤ بها لن تندلع أبدا جميل ولما لا تتخيل أنها سنة 2010 ميلادية وقد طور بعض علماء السياسة العباقرة بتعاون وثيق مع نابغة في الحاسوب خوارزمية معصومة دمجت في واجهة جذابة وسوقت باعتبارها مؤشرا يتنبؤ بالثورات يقدم هؤلاء خدماتهم في الرئيس المصري حسني مبارك وفي مقابل الحصول على دفعة مالية سخية أخبر مبارك أنه وفق لتنبؤاتهم من المؤكد أن ثورة ستندلع في مصر خلال السنة التالية كيف سيكون رد فعل مبارك سيخفض الضرائب فورا على الأرجح ويوزع المليارات من الدولارات على شكل مساعدات إلى المواقنين ويعزز قوات الشرطة السرية كذلك تحسبا لحدوث الأمر تنجح التذابير الوقائية ويأتي العام ويذهب وتكون المفاجأة لا وجود للثورة يطلب مبارك استعادة نفوذه ويسرخ في العلماء خوارزمياتكم لا قيمة لها كان بإمكاني أن أقوم ببناء قصر آخر بدلا من تبذير كل هذه الأموال في نهاية المطار وسيقول العلماء في دفاعهم لكن سبب عدم حدوث الثورة هو أننا توقعنا ذلك فيسرخ مبارك قائلا متنبئون تتنبؤون بأمور لا تحدث يقولها وهو يؤشر إلى حراسه للقبض عليهم ويعقب كان يمكنني الحصول على عشرات مثلكم مقابل لا شيء في سوق القاهرة مثل جميل لماذا ندرس التاريخ إذن؟ لا يعد التاريخ وسيلة لإجراء تنبؤات دقيقة على عكس الفيزياء أو الاقتصاد فنحن لا ندرس التاريخ لنعرف المستقبل لكن لنوسع من آفاقنا ولكي نفهم أن وضعنا الحالي ليس طبيعيا ولا هو محتوم وأن أمامنا بالتالي العديد من الاحتمالات أكثر مما نتصور على سبيل المثال تمكننا دراسة كيف تمكن الأوروبيون من السيطرة على الأفارقة تمكننا من إدراك أنه لا يوجد شيء طبيعي أو لا مفر منه فيما يتعلق بالتراتبية العنصرية وأن العالم كان يمكن أن يدار بشكل مختلف حقا كلام جميل ومعبر وبأمثلة حية من الواقع كلام حقيقة لا يحتاج إلى تعليق لا يمكننا تفسير الخيارات التي يتخذها التاريخ لكن يمكننا أن نقول أمرا في غاية الأهمية بشأنها إن خيارات التاريخ لا تتخذ لصالح البشر لا يوجد دليل على الإطلاق على أن رفاهية الإنسان تتحسن بالضرورة بامتداد التاريخ ولا يوجد دليل على أن الثقافات التي تعود بالفائدة على البشر يجب أن تنجح وتنتشر لا محالة في حين تختفي الثقافات الأقل فائدة لا يوجد أي دليل على أن المسيحية كانت خيار أفضل من المانوية أو أن الإمبراطورية العربية كانت أكثر فائدة من تلك التي للفرس الساسانيين لا يوجد دليل على أن التاريخ يعمل لصالح البشر لأننا نفتقر إلى مقياس موضوعي يمكن على أساسه قياس هذه المنفعة تحدد التقافات المختلفة الصالحة على نحو المختلف وليس لدينا مقياس موضوعي نحكم بينها على أساسه يعتقد المنتصرون دائما بالطبع أن تعريفهم هو الصحيح لكن لماذا يجب أن نصدق المنتصرين يعتقد المسيحيون أن نصر المسيحية على المانوية كان مفيدا للبشرية لكن إذا كنا لا نقبل وجهة نظر المسيحي للعالم فلا يوجد سبب لأننا نوافق على ذلك ويعتقد كذلك المسلمون أن سقوط الإمبراطورية الساسانية في أيدي المسلمين كان أمرا مفيدا للبشرية لكن هذه الفوائد تتجلى فقط إذا قبلنا بوجهة نظر المسلم للعالم فلعلنا كنا سنكون أفضل حالا لو نسي دينا المسيحية والإسلام أو هزما يعتبر الباحثون أكثر من أي وقت مضى الثقافات نوعا من العدوى العقلية أو الطفيليات والبشر عائلين غير مدركين للأمر تعيش الطفيليات العضوية مثل الفيروسات داخل أجسام العائلين تتضعف وتنتشر من عائل إلى آخر وتتغذى على العائلين وتضعفهم بل وتقتلهم في بعض الأحيان فما دام العائلون يعيشون بما فيه الكفاية لتمرير الطفيلي فإن الطفيلي لا يكترث بحالة عائلية تعيش الأفكار الثقافية داخل عقول البشر بهذه الطريقة تتكاثر وتنتشر من عائل إلى آخر وتضعف العائلين أحيانا وبل وتقتلهم أحيانا أخرى يمكن للفكرة الثقافية مثل الإيمان بجنة مسيحية فوق السحاب أو جنة شيوعية هنا على الأرض أن ترغم الإنسان على تكريس حياته لنشر تلك الفكرة حتى وإن كان الموت هو الثمن يموت الإنسان لكن الفكرة تنتشر ووفقا لهذا النهج فإن الثقافات ليست مؤامرة اختلقها بعض الناس من أجل الاستفادة من الآخرين طبعا كما يميل الماركسيون إلى الاعتقاد بل هي بالأحراط فيليات عقلية تظهر بالصدفة وبعد ذلك تستغل جميع الناس المصابين بها تسمى هذه المقارنة أحيانا الميميات وهي تفترض أنه بالمماثلة مع التطور العضوي الذي يستند على تكرار وحدات معلومات عضوية تسمى جينات فإن التطور الثقافي يستند كذلك على تكرار وحدات معلومات ثقافية تسمى ميمات والثقافات الناجحة هي تلك التي تتفوق في إعادة إنتاج ميماتها بغض النظر عن التكاليف والفوائد لعائليها من البشر يزدري معظم الباحثين في العلوم الإنسانية مقاربة الميميات ويرون أنها محاولة هوات لشرح العمليات الثقافية بمقارنات بيولوجية غير ناضجة لكن العديد من هؤلاء الباحثين أنفسهم يتبعون شقيقة التوأم للميميات ما بعد الحداثة يتحدث مفكرون بعد الحداثة عن خطابات بدلا من ميمات باعتبارها اللبنات الأساسية للثقافة إلا أنهم يرون أيضا أن الثقافات تروج لنفسها من دون اكتراث بمصالح البشرية فعلى سبيل المثال وصف مفكرون بعد الحداثة القومية بأنها طاعون قاتل انتشر في أنحاء العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين وتسبب في حروب وقمع وكراهية وإبادة جماعية وحالما يصاب به الناس في بلد ما يصاب به من في البلدان المجاورة على الأرجح قدم الفيروس القومي نفسه باعتباره مفيدا للبشر ومع ذلك كان مفيدا لذاته أساسا تشجيع حجج مماثلة في العلوم الاجتماعية تحت غطاء نظرية الألعاب تشرح نظرية الألعاب كيف أنه وفي أنظمة متعددة اللاعبين فإن الآراء وأنماط السلوك التي تلحق الضرر بجميع اللاعبين تتمكن من ذلك من أن تترسخ وتنتشر وتعد سباقات التسلح مثالا مشهورا لهذا فالعديد من سباقات التسلح تؤدي إلى إفلاس كل الذين يشاركون فيها دون أن تغير التوازن الأسكري للقوة بشكل فعلي فعندما تشتري باكستان طائرات متقدمة تستجيب الهند بالمثل وعندما تطور الهند قنابل نووية تحدو باكستان حذوها وعندما توسع باكستان سلاحها البحري ترد الهند بالمثل وقد يبقى توازن القوى كما هو في نهاية هذه العملية لكن تنفق مليارات الدولارات على الأسلحة أثناء ذلك والتي كان يمكن استثمارها في التعليم أو الصحة تصعب مقاومة ديناميكية سباق التسلح مع ذلك يعد سباق الأسلحة نمط سلوك يقوم بنشر نفسه كالفيروس من بلد لآخر يؤذي الجميع ولا يفيد إلا نفسه في إطار المعايير التطورية للبقاء والتكاثر ضع في اعتبارك أن سباق التسلح مثل الجين لا إدراك لديه فهو لا يسعى بوعي للبقاء والتكاثر وانتشاره هو نتيجة غير مقصودة لديناميكية قوية وبغض النظر عن اسمها نظرية الألعاب أو ما بعد الحداثة أو الميميات فإن الديناميكية التاريخ ليست موجهة نحو تعزيز رفاهية الإنسان لا يوجد أساس للتفكير في أن معظم الثقافات الناجحة في التاريخ هي بالضرورة أفضل ثقافات الإنسان العاقل يتجاهل التاريخ مثله مثل التطور يتجاهل سعادة الأفراد من الكائنات الحية وعادة ما يكون البشر الأفراد من جانبهم جهلاء وضعفاء إلى حد لا يسمح لهم بالتأثير على مسار التاريخ لصالحهم ينتقل التاريخ من تقاطع إلى آخر ويختار لسبب غامض متابعة هذا الطريق أولا ثم يختار آخر اختار التاريخ عند حوالي سنة 1500 ميلادية خياره الأهم إذ لم يغير مصير الجنس البشري وحسب بل يمكن القول أنه غير مصير كل الحياة على وجه الأرض نسميها نحن الثورة العلمية وقد بدأت في أوروبا الغربية وهي شبه جزيرة كبيرة على الطرف الغربي من أفرؤاسيا ولم تؤدي حتى ذلك الحين أي دور مهم في التاريخ لماذا بدأت الثورة العلمية هناك من بين جميع الأماكن ولم تبدأ في الصين أو الهند ولماذا بدأت في منتصف الألفية الثانية للميلاد بذلا من أن تبدأ أبكار بقرنين أو متأخرة بثلاثة قرون نحن لا نعرف اقترح الباحثون عشرات نظريات لكنها جميعا غير مقنعة للتاريخ أفق واسع جدا من الاحتمالات والعديد من تلك الاحتمالات لا تتحقق أبدا فمن الممكن تخيل التاريخ مستمرا لأجيال بعد أجيال من غير أن يقترب من الثورة العلمية كما يمكن تخيل التاريخ بدون المسيحية وبدون الإمبراطورية الرومانية وبدون عملات ذهبية أعزائي هنا ننهي هذا الفصل المهم جدا والرائع جدا حقيقة والمليء والثري بالمعلومات والحقائق العلمية والتاريخية نلقاكم في فصل آخر وهو الفصل الرابع من هذا الكتاب نلقاكم في جزئه الأول وهو الثورة العلمية إلى هناك نلتقي ذمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر